السلام عليكم وبركاته أهلا بكم في الفيديو الأول من سلسلة تحيين البيانات على الأكسل مبادئ Power Query أو PQB الفيديو ده PQB01 مقدمة شرح Power Query في الفيديو ده هنحاول نجاوب على أسئلة ليه Power Query موجودة فين Power Query وازاي بيشتغل Power Query Editor كمان سيكون لدينا مثال عملي لكن قبل ما نبدأ بيه خلينا نشوف بسرعة إيه هي إجابات السؤال الأول ليه Power Query فعليا فيه أكثر من سبب أزاب كثير جدا ممكن تخليك تشتغل Power Query لكن النهاردة هنتكلم على ثلاثة بس منهم أول حاجة Power Query بتساعدك إنك تاخد بيانات أو تستخرج بيانات من حاجات كثير قوي تقريبا من أي مصدر من CSV أو text file ممكن تخدها من ملفات Excel ممكن من folders ممكن من خدمات الويب أو الإنترنت ممكن تخدها من قواعد بيانات زي الـ Access و SQL كمان فيه مصادر أخرى ونحنتكلم عليها As we go جوه الـ Series D السبب الثاني حيث تستخدم Power Query إن انت تقدر تعمل Automation للشغل بتاعك من غير VBA أو من غير أي كودينج ليه؟ لأن Power Query جزء من الإنتر بتاعها هتلاقي حاجة اسمها Applied Steps ودي بتعمل فيها لكل الخطوات اللي بتنفذها جوه الـ Power Query بمعنى كده إنك ممكن تستخدمها مرة وراء مرة سواء على نفس مجموعة البيانات المشتغل عليها أو لو في مجموعة بيانات جديدة جيالك السبب الثالث هو إن الإكسل في حد أقصى للصفوف وهو مليون صف وكمان لما بستخدم حتى أقل من مليون صف ولكن معادلات كتير بيكون الأداء بطيء جدا ولكن مع Power Query منفيش حد أقصى لعادلات الصفوف وكمان سرعة أداء الإكسل بتكون أكتر بكتير وحجم الفايل اللي بيكون شغال بالPower Query بيكون أصغر كتير لو أنت واخد الفايل بتاعك على إكسل شيء تعادية السؤال الثاني فين موجود Power Query وده بيعتمد على الفيرجن أنت شغال عليها من الأوفيس فانت لو شغال على أوفيس 365 مش هتلاقي حاجة اسمها Power Query لكن هتلاقي في Data Ribbon على الشمال هتلاقي في سكشن اسمه Get and Transform وهو ده موجود فيه كل Options Power Query نفس الوضع بالنسبة لإكسل 2016 هتلاقي برضو في Data Ribbon حاجة اسمها Get and Transform ومش هتلاقي كلمة Power Query لكن لو أنت شغال على أوفيس 2010 أو 2013 هتحتاج تعمل تحميل وتثبيت لوظيفة Power Query الإضافية وحتلاقي ساعتها لما تنزلها هتلاقي فيه Ribbon اسمه Power Query وهيكون فيه كل الأوبشنز بتاعة Power Query السؤال الأخير اللي هنحاول نجاوب عنه هو إزاي بيشتغل Power Query Editor وده هنجاوب عنه أكتر وإحنا شغالين بسكل عملي لكن خليني أقولك أن انت عشان تشتغل على Power Query Editor هو شغال في ويندو منفصلة تماما عن الإكسل هوافر وإنت شغال عليه مش هتقدر تشتغل على الإكسل لازم الأول تقفل وتقرر إذا كنت عايز تسايف أو ما تعملش سايف للي عملته في الكويري وبعدك هتشتغل بشكل طبيعي على الإكسل وده شكل Power Query Editor وخليني نتكلم عنه وإحنا نتكلم عن المثال العملي ويلا على طول نروح على الإكسل ونشوف المثال بتاع النهاردة لو عايز تشتغل معايا وإنت بتفرج على الفيديو أو حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للإكسل وورك بوك اللي أنا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك موتيفيكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال العملي النهاردة عندنا مجموعة من البيانات برضو مستخرجة من تقرير مبيعات ولكن جاية كلها في عمود واحد فهتلاقي هنا أول جزء من الخلايا فيه تاريخ وبعد كده مبلغ المبيعات وبعد كده نسبة الكمميشن وبعد كده اسم رجل البيع أو السيلز راب والمطلوب مني وديتها شكلها عامل كده زي ما انت شايف ما بتساعدنيش قوي لكن مطلوب مني ان انا اعمل Pivot Table والPivot Table ده اقدر اربورت بالسيلز ولكن Analyzed by Salesperson طيب عشان اعمل كده فانا محتاج اشتغل على Power Query Editor زي ما اتفقنا وحلاقيه 2 زي ما قولنا انا اشغال على Office 365 فحروح على Data Ribbon ومن Data Ribbon هلاقيه على الشمال هنا Get and Transform لكن علشان Power Query تاخد مني ديتها دي في شكل كويس فيفضل اني احولها الى Table Format قبل ما اشتغل يعني احولها الى الجدول من جداول الأكسل وانا واقف جوه اسل في Data Set دي هادوس على Shotcut Control T هيفتحي دالك بوكس زي ما انت شايف وبيسألني اذا كان عندك هادرز وبيأكد علي الرينج فانا تمام هقول له اوكي فهيحوله على طول لتابل ومن التابل Design Ribbon اقدر روح على الشمال هنا واتدي له اسم طبعا وانت شغال في Power Query ضروري جدا تدي اسم دي معنى لأي مجموعة من البيانات او لأي تابل انت شغال عليه فانا هسميه Sales وادوس على Enter انا دلوقتي جاهز اقدر روح على Data Ribbon تاني ومن على الشمال من Get and Transform حالي ايكون صغير كده لو قفت عليه وعملت هوفر كده بالماوس سيكتب لك From Table or Range فانا هختار ده على طول هيفتح لي Power Query Editor قبل ما نبدأ شغل على Power Query Editor تعال بسرعا نبص على الأقسام الرئيسية بتاعة Power Query Editor المنطقة اللي فوق دي كلها هي منطقة المينيوز انا عندي هنا خمسة منيوز فايل وهم وترانسفورم واد كولوم وفيو طبعا مشاهد نتكلم عليها كلها بالكامل لكن هنستعمل بعضها واي حاجة هنتكلم عليها هنشرحها بالتفصيل على الشمال هتلاقي فيه سهم لو دوست عليها هيحصل Expansion للأريا دي وهنا هتلاقي لستة بكل الكويريز اللي موجودة في الورك بوك المنطقة اللي علمين دي منطقة مهمة جدا اسمها Power Query Settings ومقسومة نصين الجزء الأولاني Properties وأول حتة موجودة فيه هو اسم الكويري هي اسمها Sales نفس اسم التيبل خلينا نغيره خلينا نسميها Sales and Sales Rep ودوس انتر كده خلاص انا غيرت اسم الكويري المنطقة اللي بعد كده في نفس الـ Query Settings Area هي اسمها Applied Steps ودي زي ما قلتلك اهم حتة عندي لان المنطقة دي فيها كل الخطوات اللي انا هشتغل عليها المنطقة اللي في النص دي موجود فيها Preview للديتا بتاعتك كل اللي انا باصس عليه ده ما هو الا Read Only Version من الديتا مقدرش اغير فيها اي تغيير هعمله مش هيحصل في الديتا الاساسية هيحصل بس عندي في الكويري بتاعتي طب تعالا نرجع تاني للـ Applied Steps احنا الكلام ان فيه Automation بيحصل ازاي بيحصل الـ Automation ده؟ اصلا الـ Power Query كلها مبنية على Computer Language اسمها M-Code هوافر عشان انا عندي الـ Power Query Editor ده فانا مش محتاج اكتب اي كود في 90% من الحالات اللي بستخدم فيها الـ Power Query ولكن مع كل تغيير بعمله او كل Step بزوده هنا عن طريق الـ Interface ده بينتج عنها كود بيتكتب و Steps بتكتب عن طريق الـ M-Code ده ولكن بتكتب بشكل تلقائي او بشكل اوتوماتيكي طب انا عندي هنا مثلا حصل عندي 2 Steps الـ Source اللي جالي منه المعلومات بتاعتي وعشان اشوف الـ Step دي او الكود بتاعها ممكن اروح ابص على Formula Bar زي ما انت شايف هنا فيه هنا Formula Bar اللي هي Fx دي قدامها Formula Bar ودي عبار عن فانشن اسمها Excel.CurrentWorkbook وكل اللي عميته الناس تخرجت المعلومات من الـ Table الخطوة التانية هي Generated Automatically من الـ Excel هو الواحد والـ Excel حاولت ان نبق بالـ Type بتاع الـ Data وحطه As Text طيب لو انا حبيت اشوف الكود بالكامل الكويري كلها مكتوبة فين؟ لو رحت على View هنا حلاقية حاجة اسمها Advanced Editor وحلاقية عندي هنا الكود بالكامل ادي الكود بالكامل بتاع الكويري عبارة عن Let و In وفي النص الخطوطين بتوعي واحدة اسمها Source وواحدة اسمها Change طيب ولو حبيت ابص على الكود بتاع كل Step اقدر ابص عليه من Formula Bar اللي موجودة هنا طيب بتاعنا نبدأ نشتغل على الكويري بتاعتنا اول حاجة هعملها انا مش محتاج الـ Change اللي عمله بالـ Excel Automatic فهروح على منطقة الـ Applied Steps دي وعند Change Type حاليا جنبها علامة X حدوس عليها فهيمسح الـ Step دي وبقيت واقف عند Source بس اول حاجة محتاجة اعملها هنقسم الـ Data دي لأربعة Columns طيب هعمل كده ازاي هروح عند Home وفي منطقة بتاع Transform دي حاليا حاجة اسمها Split Column لو دوست عليها هيديني كل Option بتاعت Split Columns في الحالة بتاعتنا احنا عايزين By Delimiter لان زي ما انتا شايف في الـ Data بتاعتنا هي متقسمة By Delimiter اللي هو السمي colon اللي هو الفصلة اللي فوقيها نقطة دي بس مش بس السمي colon فيه كمان Space قبليها و Space بعدها اول ما حدوس على Split Column هيفتح لي الـ Dialog Box ده وهيقول لي عايز تسبلت ازاي فالـ Options الموجودة قدامي في الـ Drop Down فيها Space وفيها Column وحاجات كتير لكن ما فيهاش Space Column Space فانا محتاج اكتبها بنفسي فهاختار Custom هيفتح لي تحتاجها ويندوز اغيره هكتب فيها Space سمي colon Space وحيسألني انت محتاج تسبلت من الشمال بس او من دمين بس انا هقول له عايز معناها ان كل ما تلاقي الـ Delimiter بتاعي اللي هو Space وقما و Space لو سمحت اسملي العمود العمود جديد اول ما حدوس على اوكي هتلاقي الـ Action تنفذ بمنتهى السرعة والسهولة بقى عندي اربع عواميد وهو انتج لوحده Change Type تاني والواحده قدر يحاول يفهم كل نوع من الـ Data ايه طبيعته بالزبط اول واحده عارف ان هي تاريخ تمام ازاي عرفت ان هي تاريخ هتلاقي هنا ايكون زي الـ Calendar ولو رحت على الـ Home Ribbon فوق هتلاقي Data Type بقى اسمها Date انا كده تمام الـ Column اللي بعديه اللي فيه الـ Amount كتب جنبه 123 معناها Whole Number او رقم صحيح انا تمام نسبيا لكن يفضل ان ادوس عليها وغيرها لـ Decimal Number وهنا الاول ما درست على Change Type سألك انت عايز تريبليس الـ Current Step او عايز New Step انا بالنسبالي خلينا نريبليس الـ Current Step اللي بعد كده النسبة المئوية هو حاس ان هي Decimal Number عشان كده هتلاقي الايكون 1.2 انا ممكن كمان اغيرها وخليها % ولو بصيت هنا هتلاقي اخر واحده هو الواحد وعارف ان هي Text ABC اهو الرمز بتاع التكست ولو افتع الـ Column ده هتلاقي مكتوب هنا تكست فانت كده اوكي فاضلي بس اغير اسامي الـ Column لانه هداها زي ما انت شايف باديفولد Data 1 و Data 2 وهكذا فانا هغيرها سيقبري name ازاي زي ما انت شايف بس double click على الـ Header بتاع الـ Column وما فيش مشكلة اعتقد انا كده جاهز ديتا بتاعتي جاهزة اقدر اعمل بيها report اللي انا عايزه طب هعمل كده ازاي انا كده عملت Extraction زي ما انت شفت جبت ديتا بتاعتي عملتها استخراج من الـ Excel وعملتها transformation او تحويل جوه الـ Power Creator والخطوة للنقصة ان انا اعمل لها Loading تاني في مكان ما هعمل كده ازاي من الـ Home Ribbon على الشمال خالص في حاجة اسمها Close & Load لو دوست عليها الـ Default بتاعه ان هو هيوديها في Excel Table لكن يفضل يندوس على السهم اللي تحت ده واختار Close & Load 2 ليه؟ هيرجعني تاني على الـ Excel وحيديني ديالوج بوكس الصغير ده ويقول لي عايز توديها فين بالزبط انا بالنسبالي اوكي عايزها في Table لكن عايزها في الـ Existing Worksheet وادوس على اوكي هتلاقي اتكاري الـ Table في الـ Excel وفي الـ 4 columns بتاعتي قدرت افصل الـ Data زي ما انت شايف الـ 4 columns وسمي الـ columns زي ما انا عايز وهلاقي هنا ويندو فتحت لي أوبين صغيرا كده فتحت علمين اسمها Queries & Connection وقالك انت عندك 1 Query فيها 92 row loaded من الـ Table ده اقدر اعمل Pivot Table وانا واقف جوه أي Cell جوه الـ Table الجديد خد بالك الـ Table الجديد اللي حصل فيه ممكن استعمل الشورتكات بتاع الكيبورد Alt N V عشان يكاريت لي Pivot Table على طول عارف ان هم الـ Table اللي اسمه Sales & Sales Rep انا عايزه برضو في الـ Existing Worksheet وحقول له لو سمحت والله يحطه لي جنب الـ Table ده وادوس على اوكي هلاقي فيه Pivot Table اللي بيتكاريت وادى Pivot Table Fields خد الـ Amount وحطه في الـ Values Right Click وعمل Number Formatting لو سمحت تعال خد الـ Sales Rep Name وحطه في الـ Rose الـ Report بتاعك خلاص جاهز طب انت في الاول قلتنا ان فيه Automation انت ازاي بتقول ان فيه Automation ايه اللي حصل انت عملت Split كان ممكن تعمله في الـ Excel وبعد كده عملت Pivot Table فيه Automation في الموضوع Automation حضرتك ان الـ Data دي كلها بتاعة سنة 2017 وانا عندي Data مشابهة لها بتاعة سنة 2018 موجودة في الشيت دي لو خدت منها Copy زي ما انت شايف ورحت على 2017 تاني وانزلت تحت خالص في اول وقلت له Control V عشان اعمل Paste هلاقي الـ Table بتاعك بيكبر ولو افتع الـ Table ده وعملت Right Click وقلت له Refresh هلاقي نفس الخطوات اللي اتطبقت على 2017 اتطبقت كمان على 2018 وحصل Splitting للـ Data زي ما انت شايف في التاريخ هو 2018 بشكل اوتوماتيكي من غير ما اعمل اي حاجة مجرد ان ادست Refresh ولو رحت على الـ Pivot Table وعملت Right Click وRefresh مرة كمان ورحت جبت الـ Date وحطيته في الـ Columns هتلاقي عندي سنة 2017 وسنة 2018 النهاردة عرفتنا احنا ليه محتاجين نستخدم Power Query كمان عرفتنا موجودة فين الـ Power Query وعرفنا ازاي اقدر اشتغل مع الـ Power Query Editor بشكل مبسط او بشكل سريع واخدنا مثال عملي على كيفية فصل Data جاية في عمود واحد لعدة عواميد واقدر اعمل منها Report وكمان اقدر اعمل الـ Process دي ممكن اقرارها مئات المرات لو عا نفس الـ Data Set او لو جات لي Data جديدة بشكل سريع جدا ومحتاج ادوس Refresh شكرا جدا لوقتكو وقبل ما اسبكو لو لسه ما شوقتش في القناة لو سمحت اشترك ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واسب لي تعليق عشان انا بوسع التعليقات وبستفيد من الفيدباك اللي انتو تبعته لي واشوفكو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته